السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم فيها شوية تميز أو فيها تركيز على موضوع شو يعني زاوية متصلة أو منفصلة ورح يكون شرحها بالفيديو للخارطة الفلكية فالمهتمين يركزوا في الموضوع معي بشكل جيد طبعا القمر بالنسبة للحركة الفلكية المفصلة واللي بتابعوني أول مرة توقعاتنا اليومية بتنزل بعد بساعة من هاي الحلقة هاي بس للشرح اللي علمي للأشخاص اللي بدهم يتعلموا علم الفلك أو بدهم يعرفوا الزوايا وتأثيرات الزوايا وتأثيرات الدولية أو على الأشخاص اليوم الحركة المفصلة إلى يوم الثلاثاء 25 نيسان القمر موجود الآن موعد بث الحلقة في برج الجوزائع لأنه احنا منبثها في ساعات مساء يوم الاثنين وبرضو بنفس الليلة اللي هي مساء يوم الاثنين بده ينتقل القمر لبرج السرطان احنا الآن في فترة قلو مصر القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين بعدها القمر وإنه رح ينتقل طبعا التوقيت بتوقيت جرينتش بده ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي منزل المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وثلاث عشر دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في الجوزاء زي ما ذكرنا وإحنا في فترة خلو مسار وخلو المسار مستمر لغاية الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة من مساء اليوم طبعا ما رح نذكر التأثيرات وهو موجود في برج الجوزاء لأنه هو تلقائيا الآن بكون انتقل وصار في برج السرطان ولكن خلو المسار هذا مستمر زي ما حكينا لغاية الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني فترة هاي تعتبر فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش خلاص القمر بيكون انتقل واستقر وبلش يشكل أول زوايا لإله من الآن من موعد بث الحلقة بنشعر أنه صار فيه نوع من أنواع العاطفة عنا وبتزداد لما يستقر ويبلش يشكل الزوايا في برج السرطان بتصير فترة على جميع الأبراج نشعر فيها بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار ماء أو زراعة نبت ماء أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نذكرها اللي هي زاوية احنا ذكرناها في الأيام الماضية طبعا اليوم ما فيه أي زوايا بطيئة جديدة ظهرت على الساحة ولكن زوايا مع القمر هي كلها بتتشكل خلال هذا اليوم هذه الزوايا كلها منتشكلة منها في ذروتها ومنها بدأت منفصلة يعني إلها تأثيراتها ولكن منها منفصلة وهي رح نشرح في آخر الحلقة بالفيديو المسجل إن شاء الله أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التسديس الإيجابية لبين عطارد وبين المريخ وأنه أنه هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28 أربعة ودائما عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالوئام فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبيعزز العلاقات مع أحبانا بيشجعنا على القيام بالمبادرات وبيزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال ودوليا بدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة بلاد البلاد معينة مثلا أو بلد ما من ناحية العسكرية تطوير مستوى الجيش تحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هاي الفترة تزايد بتنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد كما بتركز الصحافي على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بما يدين الرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي برضو مستمرة لغاية يوم سبعة خمسة تأثيراتها تعطينا الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بيزديد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة بتدل على نشاط أكبر في مجال الرحلات الجوية وازدياد مدخيل الخطوط الجوية الوطنية اهتمام الدولة بتطوير الأسطول الجوي العسكري محاولة تطوير أكثر فأكثر في قطاع الصناعة وتطويره بإدخال التقنيات الجديدة والماكينات الجديدة بيتمتعوا الناس بحرية أكبر في التعبير وبيحققوا ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومثابرتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي وإنه تأثيراتها من اليوم 22 أو من يوم 22 أربعة بدأت ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 22 ستة طبعا هاي الزاوية زي ما حكينا زاوية قوية تأثيراتها قوية فعشان هيك هي اللي رح نشرح عنها شو يعني منفصلة وشو يعني متصلة أما بالنسبة لذروة هاي الزاوية احنا حكينا من 22 أربعة بتبدأ ولكن قوة الشيء المحسوس بصير يوم 7 خمسة وبيستمر لغاية يوم 28 خمسة ذروتها القصوى اللي هي بصيره على نفس الدرجة يوم 18 خمسة طبعا هاي زاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا شوي بتصير يعني ممكن تتضرر بشكل خطير بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد ممكن يقع اضطرابات في قطاع الاقتصاد أو الأمور المالية ويعني هذا بالتحديد وبصير في تراجع في مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه برضو بتدل على وقوع أزمة على المستوى السياسي العقائدي برضو يعني ممكن يصير فيه نوع لقيام بعض الجماعات المتطرفة أو الاهرهابية بعمليات تخريبية أو ممكن تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد طبعا بشكل عام ما بحدد بلد معينة أو ممكن أنه يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق والحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول اللي ابتقى على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض الوركين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي أوشكت على نهايتها يعني في آخر أيام لتأثيراتها وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين الشمس وبين بلوتو وأنه تنتهي تأثيراتها الكلية يوم 28 أربعة بتثور أعمال العنف بسبب هاي الزاوية ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحهم بتسبب لهم عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتهم اللي ممكن أنه يضر بصحتهم وبرضو في هاي الفترة ممكن بعض الأشخاص يعانوا من بعض الأمراض وشوي تكون إما مجهولة المصدر أو المعنى أو أنه بتأخذ فترة ليتشاف المريض منها بتدل على وجود مؤامرة ضد حكومة ما سوى داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوح حوادث كالحرائق وظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعريق أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فأول زاوية طبعا بتبدأ تأثيراتها تقريبا بعد انتهاء خلو المسار مباشرة وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون ذروتها ساعة 14 دقائق صباحا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندي والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا هاي الزاوية على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية برضو بتدل على حسن حالة الشعب والرأي العام والحكومة أو الملك أو الرئيس وبرضو بتوفر جوم من السلام والاستقرار في البلاد وازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها والاهتمام أكثر بشؤون المرأة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها ساعة ثمانية صباحا طبعا الزاوية الأولى تأثيراتها إحنا ونا أنه رح تكون ذروتها ساعة أربع وعشر دقائق صباحا يعني رح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات العصر تقريبا أما بالنسبة لزاوية التثليث الإيجابية اللي بين القمر وبين زحل وهي رح تكون ذروتها ساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها مستمرة طيلة اليوم منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بتدل على حسن أمزجة فئات الشعب المشتغلة بقطاع الفلاحي والمناجم والمحاجر والشيوك خصوصا وزيادة في مردودية مؤسسة الدولة وصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي والمناجم واستقرار في البورصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ذروة الزاوية التزديس الإيجابي اللي بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا ذروتها اليوم الساعة عشر وسبعة واربعين دقيقة ظهرا هاي الزاوية مستمرة يعني تأثيرتها بدأت يوم تسعتاش أربعة ومستمرة لغاية يوم ثلاث خمسة ولكن زي ما حكينا اليوم ذروتها بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية بتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وهذا الشيء ممكن يساعدنا في النجاح وبرضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية اللي ممكن نحقق نجاح من خلالها برضو بإمكاننا نحقق نجاح في العمل والعلاقات الجيدة مع الآباء بتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار أيضا في البورصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية هي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهي ذروتها الساعة 11.46 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر حتى صباح يوم الأربعة نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءة عالية جدا خصوصا بالكفاءات التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس عالية يعني وممكن نتألق حتى بالفترة هاي بفضل سهولة تعبيرنا بتدل على حركة السكان المتزايدة في هذا اليوم ونشاط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالمواصلات وخصوصا الداخلية منها بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب وأيضا غشاء الصفاق والغشاء اللي بيغلف البطن الأعضاء الموجودة داخل البطن الجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هدولة الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية اللي بشعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل بالعكس اليوم الزوايا ممتازة جدا ولكن بالنسبة للأعضاء اللي ذكرناها إذا كانت عمليات كبرى أنا ما بنصح فيها يعني بفضل أنه ما نبلش لأنها هاي تعتبر الأكثر حساسية أما بالنسبة لعمليات التجميل عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعا لأنه في تراجع لعطارد فأنا زي ذكرت في حلقة الأمس أنه يعني الأبراج اللي بتتأثر من عطارد اللي هم أولا برج الثور بعدين عنا الجدي لأنه البيت الخامس لا لهم وبعدين الجوزاء والعذراء لأنه كوكبهم هدولا ما بنصح بالعمليات الجراحية إيش ما كانت أما بالنسبة لعمليات التجميل اللي إلها علاقة بالمعدة فما بنصح فيها اليوم وبكرة أيضا نهائيا بالنسبة لإزالة الشعر الزائد لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج السرطان معناة خلو المسار القادم يوم الأربعة 26 أربعة بيبدأ في تمام الساعة 11 واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى صباح يوم الخميس سبعة وعشرين أربعة الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال زي ما حكينا عمره خمس أيام في تمام الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصير عمره ست أيام نسبة الإضاءة بتصير في ساعات المساء المتأخرة لجاب المنتصف الليل اثنين وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمس سعيد بنسبة عشرين في المية أما في ساعات الصباح فبصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين أربعة سعيد الآن بنسبة خمستاش في المية ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لـ 20% في ساعات المساء بترتفع السعادة أيضاً لـ 30% عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم 15 5 منتحس بنسبة 40% الظهرة في الجوزاء حتى يوم 7-5 سعيد بنسبة 15% المريق في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% وقرى نصف الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% طيب خلينا نروح نشوف الفيديو مع بعض والتسجيل والشرح اللي رح يكون موجود عليه عشان تعرفوا شو يعني متصلة وشو يعني منفصلة طبعاً زي ما حكينا بدنا نحكي عن موضوع الزوايا المتصلة والزوايا المنفصلة طبعاً أهم زاوية بدنا نحكي عنها اللي هي الزوايا اللي ذكرتها اللي ما بين بلوتو وبين المشتري اللي نشرح عليها بشكل عملي عشان هيك بدكو تركزوا معي مزبوط عشان نشرحها ماشي هاي بلوتو وهاي المشتري على الخارطة الفلكية هاي المتشكل إنه في عنا احنا زاوية زاوية التربيع هاي لونها غامق هاي منتقطعة هاي اللي همعنا وهاي اللي همعنا خلينا أول إشي احنا نركز على موضوع بلوتو المشتري لأنها هي الزاوية اللي الآن قائمة ومستمرة أيضاً يعني رح تضل في إلها استمرارية لمدة شهرين زي ما حكينا قادمات فخليكم معي عشان تعرفوا كيف أول إشي بدنا نروح نطلع على التايمر ونرجع يوم راحة الزاوية هذا اليوم يديش هاي نسجل 21 أربعة يوم 21 أربعة كانت الزاوية هاي مش موجودة الآن أنا وانا بسجل في هاي الحلقة يوم 22 أربعة هاي الزاوية هاي مشينا عليها هيك تشكلت طيب تشكلت بلوتو جاي على درجة هايها رقم واحد درجة الأولى من برج الدلو صح وفي نفس اللحظة المشتري موجود بالثور يعني أنا المفروض انه نحكي احنا زاوية تسديس طيب ليش يا سعيد بما انه تسديس ما بين هدول البرجين بين الحمل وبين الدلو ليش انت بتحكي تربيع لانها هي أساسا تشكلت هايها زاوية تربيع فاي بشو السبب عشان اشرحلكوا هاي النقطة دائما في علم الفلك في زوايا مجرد ما انه صار الفارق ما بين الزاوية بين الكوكب والكوكب على درجات بتشكل اللي هي سبع درجات نحسبها بلش تتشكل زاوية ان كان تربيع ان كان اقتران ان كان تثليث ان كان تزديس معناتو بدها تتشكل الزاوية قبل بسبع درجات وبعد بسبع درجات يعني وانا هاي درجة واحد هاي درجة خمس وعشرين لو حسبنا في خمس درجات اخرى ماشي ودرجة هي 6 درجات هي لو رجعنا بالوقت للصباح لساعات الصباح منلاقي انه هي بلشت تتشكل هي على 24 اعطتنا انه هاي زاوية تربيع بلشت تتشكل زاوية منفصلة طيب هاي الزاوية لانت بتظل مستمرة بتظل مستمرة طالما انا بمشي بالايام هي مشيت يوم اين ثلاثة بظل صارت على 26 المشتري هون صار على 26 الزاوية ظلت موجودة وهاي معناها متصلة يعني الخط مستقيم معناته بتعطي حديت الزاوية يعني ما بلشت ببطء او ما بلشت بانقطاع الانقطاع هذا بصير ولكن احنا بنسميها منفصلة رغم انها بخط غامق ولكنها بتظلها بزاوية منفصلة امتى بتصير عندي انا بلشت الذر وتعت الزاوية هاي لما بصل عندي هذا الرقم فارق ما بينه بين الكوكب الآخر انه هذا مثلا بيكون على درجة واحد هذا بدي يكون على درجة 28 هنا انا بقول بلشت انها تحمى الزاوية وببلش اقول انه هي تحمى من درجة كذا من يوم كذا لا يوم كذا اللي هي بالوجود خلينا نمشي بالايام هاي كمان يوم 26 27 28 29 لسه الزاوية على هاي صارت على 27 المشترين كمان هاي طلعنا كمان كمان خلينا امشي اسرع 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 هاي 28 معناته من اليوم 28 هاي ارجع واليوم وصلت الو اللي هو هنا عندنا يوم 35 بلشت حم الزاوية هاي او قوة هاي الزاوية بتأثيراتها والمشتري هاي اقترب 28 يعني ضايله درجتين ومخرج من الحمل للثور وها برضو بلوتو بدأ بعملية اللي هي التراجع هنا هاي نقاط الها كلها مدلولات على بعض طبعا هنا مش الار انه هو بتراجع لا هو الار بمعنى انه بدأ بعملية بطء شديد جدا ولكنه لسه ما بدأ بالتراجع يعني وقف لما مرحلة الستوب اللي هي الوقوف بمعنى اخر بمقارنة بالكواكب الاخرى طبعا هذا كله رح نشرحه بالايام القادمة انا يعني تقريبا هيك بجوابي على هذا السؤال قاعد بمشي كثير يعني بتجاوز كثير بالشرح عن اشياء اخرى من المفروض اشرحها قبل هيك اذا حابيني انا اشرحها فاكتبوا لي بالتعليقات انه اه اشرحنا الخارطة الفلكية واشرحنا الزوايا وكيف بتتشكل خلينا نكمل فهي بدنا نمشي هاي بدنا نظل ماشيين لحدث ما يصيروا اتنين على نفس الدرجة لما يصير على درجة واحد هاي المشتري صار على درجة ثلاثين كمان هاي المشتري صار على درجة واحد طلع اللون انتو اللون شو صار صار لون اغمط يعني بمعنى اه الان ذروة هاي الزاوية اللي هو يوم ستعاش خمسة اللي هي منتصف الشهر الخامس بدأت ذروة هاي الزاوية طيب لو اجي تكملت انا عشان بعديها هاي مشت الامور ظلت ماشية هاي صار على درجة اثنين ظلت الزاوية متشكلة هاي التربيع ما زال ولكن صار ايش صار متقطع خفيف هذا على درجة ثلاث هذا بتراجع برضو على درجة الاولى ولكن ظل انه تأثيرات زاوية التربيع بمعنى انها موجودة ولو ظلت ماشية يعني على ابعد مدى لانه برضو عط بلوتو رح ينهي عملية التراجع ورح يرجع للحركة الامامية ورح يشكل الزاوية لحديت ما انه يقطع المسافة اللي هي السبع درجات ما بعد دروة الزاوية لا تنفصل اللي هي زاوية التربيع فبكمل فبلاقي انه لسه متشكلة متشكلة هاي فصلات برجع ماشي وهاي برجع كمان واحدة اي في نفس اليوم هاد مع بلوتو انقطعت طلعوا المشتري وين صار صار على درجة سبعة الا المشتري على درجة سبعة وبلوتو على درجة ثلاثين على السبع درجات بالضبط صار عملية الفصل لزاوية التربيع ما بينهم التاريخ كيف بده يصير لغاية أربعة ستة وصلت المعلومة طيب لو كملت انا بعديها ما فيه يعني ما ما تشكلت الزاوية هاي كمل 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 حتى لما بده يرجع للحركة الأمامية والمشتري بده يبدأ بتراجع ولكن الزاوية خلص طلعت من مكانها عشان هيك منحكي احنا انه مدة الزاوية هاي بتكون شهرين وذكرناها من يومها وذكرنا ليوم انتهاءها وصلت المعلومة صار الشرح واضح بالنسبة لهاي النقطة هيك بعد ما خلصنا هذا الشرح ياريت اللي عنده سؤال او حابب نشرح عن الزاوية والخارطة الفلكية زي ما ذكرت بشكل اوسع واوفى ونعمل سلسلة لهذا الشرح يعني نبدأ مثلا بالخارطة الفلكية بعدين ندخل بالابراج والدرجات وبعدين وجود الكواكب واشكالها زواياها كيف بتتشكل يعني نصير نشرح شوي شوي بالتدرج او اذا عندكم ملاحظات او طريقة معينة حابين نبدأ فيها بتحبوا من خلال هاي الحلقة ولا بتحبوا حلقة لحال منفصلة تكون عشان يصير التفاعل عليها اكثر اكتبوا لي بالتعليقات اعطوني النصائح عشان نبدأ يعني من بعد هذا الحلقة يعني ما رح اسجل اي شيء علمي الى غاية هذا اليوم بعدين في هذا اليوم منحدد وببدأ بعديها بالترتيب لهذا الموضوع وان شاء الله ان التسجيلات بتبدأ من بداية الاسبوع يعني من يوم السبت ان شاء الله السبت القادم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر